بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في درس جديد من دروس اتعلم مايكروسوفت اكسل. النهارة ان شاء الله هنتعرف على ازاي نضيف شيء جديد باستخدام محرول الاكواد. ونخلي الشيط اللي هيتضاف باسم احنا اللي نحدده. طيب اه ننتقل للمحرول الاكواد بتاعنا من خلال التو افع داشر او من قيمة developer visual basic. نمسح الكود ده كده خالص. ونكتب الكود من اول وجديد. اول حاجة احنا هنضيف الماكرو الخاص باس باضافة الشيط فنكتب sub new sheet name. نضيف هنا custom name. ماشي ونشوف. انا عشان اضيف شيء جديد باستخدم بكتب sheets dot add. بس كده. انا لو جيت نفس الكود ده هوت. جيت هنا وروح تدعيس. ماكرو ونفس الكود. هيتضاف لي شيء جديد بالاسم sheet وياخد بعدين رقم على حسب المسلسل. طبعا انا كنت ضيف قبل كده الشيطات وشلتها فهو بياخد اخر شيء موجود عنده ويضيف عليه واحد. فيبقى المفروض شيء ستة. انا في الشيطات قلت ان انا ضفتها وعملت لها delete. نرجع تاني لمحرول الاكواد. انا عايز الشيط اللي يتضاف ياخد اسم معين احنا اللي نحدده. طيب عشان نعمل كده هنستخدم حاجة اسمها الامبوت بوكس اللي هي هتخلينا نحدد الاسم اللي خاص بالشيط. طيب انا هضيف متغير خاص باسم الشيط بحيس ان احنا نبقى شغالين مزبوط. نكتب هنا دم ونكتب. شيط نيم. ونقول له اس سترينج عشان انا هكتب هيبقى عبارة عن قيمة نصية فاكتب سترينج. تمام? بعد كده انا خلاص عرفت المتغير قدي المتغير قيمة هيقول شيط نيم بيساوي والشيط نيم هيساوي القيمة اللي هيدخلها المستخدم من خلال الامبوت بوكس هكتب امبوت بوكس وافتح قص هلاقي بيقول لي الامبوت بوكس بياخد العناصر دي كلها انا مش هستخدم غير العنصر اللي هو آآ فاعمل آآ انا بكتب آآ نص جوه الكوت فلازم يبقى بين علامتين التنصيص. فاكتب هنا please insert او انتر شيط نيم تمام بعد كده انا خلاص انا بيقول لي في مشكلة آآ نقفل للقوز بتاع الامبوت بوكس كده انا عملت جزء اه ببقول خلي بقول لي الكوت ضيف شيط جديد بالاسم اللي هو شيط نيم بس انا كده لسه ما قلتش للشيط دوت اد ايه الاسم هياخده ازاي فبقى ضيف نقطة اللي هي period ضد واقول له نيم بيساوي بيساوي ايه كده انا بقول له اضيف شيط جديد باسم الاسم اللي هو هي بيساوي الشيط نيم روح انا كاتب شيط نيم تمام كده خلينا نجرب الكود لغاية دلوقتي كده نقول له هنا ران مايكرو نقول له ران هلاقي هنا بيقول لي بليز انسيرت شيط نيم انا هضيف هنا مسلا هيكون آآ نيو شيط اقول له اوكي هلاقي ان انا اضاف عندي شيط جديد باسم نيو شيط خلينا نجرب الكود تاني ونشوف بعض الملاحظات انا لو دست ران وما دستش مادا كتبتش اي حاجة والشيط وروح دايس اوكي هيظهر لي ارور ليه لان الشيط ما ينفعش الاسم بتاعه هيبقى فاضي مفيش فيه اي حروف فانا هقول له انت واكتب عدل في الكود بتاعي هنعدل ازاي هنروح هنا نيجي قبل الجزء الخاص باضافة شيط هنعمل عملية شرطية او عملية مقارنة هنقارن طول النص اللي كتب لو هو اكبر من لو هو بيساوي صفر يبقى يخرج من الكود او يقول للمستخدم انت مدخلتش حاجة فعشان نعمل عملية مقارنة هنستخدم الجملة الف فانقول هنا اف وبعد كده هنستخدم المتغير وشيط نيم بيساوي حاجة من اتنين يا اما اقول له اخرج من الكود خالص اكتب اكزت صب او اقدر سالة للمستخدم قبل ما اخرج من الكود عشان يبقى عارف الكود ما تنفسش ليه فاقول له هنا زين اقفل الاند اف بتاعت الاول عشان ما انساش وبعد كده اقول له زين هستخدم العنصر message box بحيس ان انا عارف المستخدم ايه المشكلة اللي حصلت افتح القوص بين علامتين تنصيص اكتب الرسالة اللي انا عايز اظهر له هقول له هنا مثلا اه you did not insert انيم تمام وبعد كده عشان هو هيصر الرسالة بعد الرسالة ما هتظهر هقول له اوكي هيروح داخل على السطر دوت فانا لازم اقول له exit sub ما اقول له exit sub فانا كده خلاص يبقى كل اللي هيجي بعد exit sub في حالة حقه والشرط مش هيبقى موجود خلينا نطبق كده مع بعض داني قل له macro run وقول له اوكي هيقول لي you didn't insert a name فاروح اقول له اوكي هيروح خارج ومش هيطيف اي حاجة تمام كده اه نيجي بعد كده اهنا في ممكن مشكلة تانية هتحصل انا ممكن هنا اجي ادوس run ويجي اجي ادخل اه اكتر من واحد وثلاثين حرف انا المطلوب او في قواعد لما اجي باجي اضيف شيء جديد بيبقى انا محدد بالواحد وثلاثين character حرف في طول الشيت في انا اللي كتبت كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة تسعة عشرة كده ادي عشر حروف وخطوم كوبي روحت باست باست ادي كده تلاتين روحت ده ضيف واحد كده الشيت هيضاف ما فيش مشكلة لو ضفت كده الطول بتاعي اتنين وثلاثين character ودست اوكي هيظهر لي error بيقول لي انت الشيت اللي عايز اضيفه فيه مشكلة بيقوله لازم يبقى اقل من واحد وتلاتين او بيساويه ما ينفعش يبقى فيه اي العلامة الخاصة اللي هي سلاش الكوتشن مارك الكلام ده كله او انت سبت الاسم فاضي فانا هقول له انت واضيف شارت جديد في الاف بتاعتي نيجي هنا بتاعنا ونضيف شارت جديد انا هنا قلت له لو شيت اسم الشيت لوه شيت name فاضي اعمل لي كزا طيب انا عايز اضيف شارت جديد بس مش لازم الشرطين يتحاولوا معه لان انا ممكن اعمل اسيبه فاضي او ادخله اكتر من واحد وتلاتين فاستخدم المعامل او بحيس ان انا اقول له يا ده يا ده واروح اقول له استخدم اللي هي بتقول لي طول نص معين فاكتب وافتح الكوز واقفله وادخل جوا النص اللي انا عايز اشوف طوله اللي هو هيبقى شيت نيم فاروح هناك كتب انا شيت نيم وهنا بقول له شيت نيم بيساوي لو هو طول النص بيساوي صفر يبقى اعمل كزا او لو طول النص هنا انا ما كتبتش اكبر من واحد وتلاتين المفروض هنا هيقول لي يعمل حاجة معين انا هنا انا عايز اضيف حاجة جديدة في الرسالة تظهر للمستخدم عشان يبقى عارف اين المشكلة حصل فيها فانا هيك هنا اقول له او جديدة في الرسالة تظهر للمستخدم نعمل شئت نيم لنز او جديدة في الرحلة شئت نيم لنز وبارعا بكتب رسالة تظهر المستخدم في حالة حاجة ما تحققتش نوسع الويندو بتاعتنا شوية عشان نبقى شايفين كود لاخره بعد كده تعالوا ننفذ الكود نيجي هنا كده نقوله run نقوله insert انا خلاص جربنا اللي هو لما يبقى فاضي خلينا نجرب اللي هو واحد اكتر منها تلاتين كده تلاتين نكتب واحد من ثلاثة اقول له اوكي هنا بيروح قال لي انت مدخلتش حاجة او الشيط بتاعك طوله اطول من واحدة ثلاثين نقول له اوكي نرجع بقى للشيط بتاعنا نشوف ايه الحاجات اللي انا كنت المفروض احنا طفنا شيء جديد تعلمنا ازاي نستخدم ال input box تعلمنا ازاي نستخدم ال f statement بشرطية من خلال معامل or استخدمنا ال message box بحيث ان احنا نعرف المستخدم ايه مشكلة اللي حصلت تعرفنا ازاي نحدد طول متغير من خلال الدلة لان اتعلمنا ازاي نستخدم المتغيرات من خلال ان احنا عرفنا المتغير اللي هو sheet name اتمنى يكون شرح الدرس كان واضح لو في اي ملاحظات اتمنى احنا نسيبها في التعليقات في اخر الموضوع ان شاء الله نحل لها مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة